السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اصدقائكم يا شباب عاملين ايه اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل حال وقتم صحة والت وداخل كده على مبارات توتن هام تلاقي فيه شوية اخبار متضربة عندك في منشستر ونيتن واللي هو تحس هو احنا تغفلنا ولا ايه يا جماعة هم ضحكوا علينا شكلهم كده اه يعني تحس ان الامل بيتسحب منك امل ماتت تقريبا او هي في غرفة الانعاش وبتموت ما تفهمش يعني تسمع الاخبار تقول ايه ده يا جماعة ده بيقولوا بكلمة الاخرانية ايه اللي حصل بقى يا جماعة ما احنا كنا ماشيين كويس هو ايه فيه ايه 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 ممتاني ولا ايه عام جيم راتكليف وانت مش عشمتنا بكلمتين كده والواحد كان متعشم خير ولا ايه وفي نفس الوقت تلاقي ان انت عندك اخبار اللعيبة اللي بتعود من الاصابات بقى فتقول لي يا سلام يعني خلاص حنلعب بالسكواد دي يعتبر شبه مكتمل او مكتمل او اني تبقى فيه خيارات عند المدرب ففيه رفاهية فبالتالي ممكن نقدم مباريات عظيمة وقوية فكل ده تلاقيه متضارب عندك وكل ده حنتكلم عنه في الفيديو فالله بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا نتكلم عن مباراة توتنهام وايضا الاخبار المتعلقة بمانشستر ينايتد خلينا اوريك اول اخبار المتضاربة اللي موجودة عندك يعني اوريك نوع منها مش كل الاخبار اول خبر عندك بيقول لك السير ديف برايل سفورد الراجل اللي انا مبعرفش انت اسمه ده الراجل ده بيقول لك انا هاخد المشورة من اليكس فرجسون وديفت جيل اللي هو احسن مدير رياضي عد على منشستر ينايتد واحسن مدرب في الفترة الاخرانية او نعرفه احنا كجيلنا احنا اللي بيشجع منشستر ينايتد يعرفه لان فيه طبعا مدربين قبل كده يعني اللي لهم باعوا المهم يعني فهياخد منهم المشورة وده يخليك تقول يا السلام يا راجل يعني هم هياخد المشورة من الاتنين دول فبالتالي هتبقى يعني حاجات زبد الزبد فبالتالي احنا هنمشي في الطريق الصحيح مع ان انا اسمعت الكلام ده قبل كده يعني من ادودورد ادودورد لما مسك قال لك ان انا يعني هيبقى المستشار بتاع السير وان هو على اتصال بالسير برضو ريتشارد ارلد نفس النظام بس انت يعني عندك الامل في السير ديف وانيوس وجيم راتكليفة فبالتالي تقول اها وحيحطه كل واحد في مكانه المناسب فبالتالي تلاقي ايه عندك المعنويات ارتفعت بشكل كبير جدا لدرجة انها وصلت للدور ال 11 تمام تيجي تسمع الخبر اللي بعد كده اللي هو بيقولك ان انيوس هيكون لهم المخطط الرياضي وان هما المناصب طبعا الرياضية دي هما هيبقوا اللي بيقترحوها لكن ملهمش الكلمة الاخرانية الكلمة الاخرانية بتاعت الجليزرز يعني انت من الاخر هتلي لواحد وقول عليه راياني يا فجل وانا اقولك في الاخر ما ينفعش يا حبيبي يلا ماشي من هنا مش عايزينه يعني حتى درجة ان الكلام ان جان كلود بلان اللي انت الراجل اللي كنت بتقول عليه المدير التنفيذي بتاع منشستر نايتد القادم يقال ان هو حاليا بعيد على المنصب ان هو حيكون مراقب فقط لغير لانيوس وان هو مستشار لانيوس كده ويدي معلومات ويدي استشارات فتلاقي بعدما المعنويات وصلت الدر الحداشر نقطت في النفوق وانتحرت على طول يعني ما تفهمش يا جماعة طب عايزين نعمل حاجة صح نكملها للاخر يعني معلش ولا مؤخذة يا تتحس ان الجليزرز دول ايه والله يقالك انت هتتعبونا هات هتجبولنا ناس فهمة تشتغل ماينفعش احنا عايزين بهاين بهاين تشتغل معنا عشان نبقى احنا مرتاحين اه ما انت لما تيجي تقول لي احنا عايزين صفقة في شهر يناير وناخد التلاتين يوم افكر فيروح علينا شهر يناير فما جبلكش صفقة يا ده شيء كويس لك ما تجب ليش واحد فهم يقول لك اصل الدنيا وحبوز وضراحت وجدوى لا 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 انا مش عايز قلق مش عايز تعب ما تصحينيش وتقول لي هاتلي صفقة لما تيجي في الصيف ما تقعدش تتعيبني بقى بخطط ومعرفش ايه لا لا انا ماشي بخطة لا يكلف الله نفسا الا وسعاه والحمد لله انا ما بكلفنيش اي حاجة يعني انا نفسي انا عن نفسي لو حاجة كلفتني على طول بقول لها لا تمام فانا ماشي بالخطة دي وبعمل باني وسعي ما بيكلفنيش اي حاجة انا اسحب قروض اجبلكوا لعيبة ما اسحبش قروض ما فيش لعيبة يا رجل لدرجة ان انت بتسمع بيقول لك ان جيم راتكليف والسير ديف حيتوسقوا باعتبار علاقتهم بنيس اللي هم مالكوا اصلا جيم راتكليف يعني عشان يجيب تطيبوا تطيبوا اللي ممكن يروح التوتنهام يعني انا متفهم ان انت ممكن عايز تستميل الولد عايز تكلم الولد ان هو تقنعه بمشروع منشستر نايتد لكن ايه هو علاقتهم بنيس دي انا مش فهمها خالص يعني مش دخل ادماغي انا ممكن انا فهم ان الولد مش عايز يجي منشستر نايتد شايف فيه مشروع تاني في حتة تانية افضل من مشروع منشستر نايتد ده ماشي مفهوم ده راجل بشر وبيشوف خياراته ومستقبله فين احسن لكن تقول لي ان علاقتهم بنيس هي اللي هتخليه علاقة ايه بنيس يا حج ده انا المالك بتاعه يا حج مش كده يعني 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 اعقله الكلام شوية ولو سمحته يعقله الكلام شوية تيجي برضو من الاخبار المتضربة تيجي تلاقي ايه خبر حلو يقول لك ايه سانشو رحل الى بروسيا دورتمون فتقول لي اه سلام طيب منشستر نايتد محطش خيار البيع في النهاية عشان ايه بقى عشان ان هم شايفين انه ممكن يسترد بعضا من مستوى مع بروسيا دورتمون فاحنا نقدر نستغل ده في اننا نبيعه في النهاية في ان يجيب لنا فلوس تمام تمام فتقول اه يعني هو كفكر يعني شيء جيد حاجة كويسة تمام ميت فل و 14 مع اني سانشو يعني الراجل بيقول لك اول ما راح بروسيا دورتمون تقال لك انا رجعت البيتي وانا دلوقتي الاسستات والاهاية ده يا رد كنا شوفنا منك حاجة يا ولدي يا ولدي والله كنا شوفنا منك حاجة تخدت فرص على حساب ناس تانية كانت المفروض تاخد فرص اخرهم جرناطشو ده يعني اللي هو حاليا واخد فرصة كان ممكن ان هو ياخد الفرصة بدري بس لولا ان انت كنت موجود يعني المهم يعني مش ده موضونا تروح على طول تلاقي وراها خبر صادم لك مارسيال قاعد في ارابيزك مش عايز يمشي مارسيال شايف ان مارسيليا وفنربخشا اللي هما ان كانوا عايزين يشتروه دول ما بينفسوش اوروبيا هو احنا اللي بنفسوه اوروبيا يا دي يا ابن في ايه انت معمول لنا عمل حد عملك عمل وحطك في النادي يعني فاهم اللي هو ايه لما تلاقي الواحد الدنيا ملقشة معا يقولك معمول لك عمل على ورك نملة يتيمة دور عليها فانت تدور بقى في النملة تشوف للك نملة يتيمة اذا كنت بتعرف تتكلم لغة النملة تشوف لك نملة يتيمة فهو احنا معمول لنا عمل على رجل مارسيال يتيم فيه يا ابني ما تمشي يرحل عننا يا ابني ولا هي ما هالفلوس اللي بيضهلكو هنا هي اللي بخليكو تعمله كده ما هو ايقول لك اروح هناك كمان يعني انا هروح هناك واشتغل ولعب واهلك نفسي وفي الاخر اخد مئة الف بس ما انا قاعد هنا اقول لهم والله ما معينة انا رجلي واجعاني عندي مغص رايح اجيب طلبات البيت للمدام متخانق مع المدام فما احضرش تدريب ولا احضرش مباراة وفي الاخر بياخد الفلوس بتاعتي وكاش ماني على توتو على كبوتو تمام ومئة فل واربعة عشر ومحدش بيقول لي تلت التلتة كان يبقى مش ليه اقعد الستة شهر بتوعي مش بقى لي انا ستة شهر في العقد بتاع كو يعني انا المفروض ممكن اتفاوض مع اي فريق حقيا واروح له في نهاية الموسم بدون مانشستر رونايتد ما ايه ما نسأله ولا حاجة لا تخيل ان في قندية انت طلبة اودك ان هي تشتريك دلوقتي لا 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 ايه اللي يودين انا ايه اللي يخلينا اتعب ازاي اروح ازاي اقول لهم ماما تاعبانة طيب ما حضرش النهاردة التدريب عايزين طلبة عايزين جيب نوعيش وبيض في البيت فحتاخر مش حاجي النهاردة ازاي يعني وفي الاخر كمان بعد ما اقول لهم كده ولو وفقوا يدوني مرتب اقل لم ينفعش طبعا خلينا قاعدين مع عبتوع منشستر رونايتد دول اللي بيدفاع فلوس حلوة والله يعني والله لدرجة يا عم مرسيال والله خلتنا انا متشوى ان انا اروح منشستر رونايتد يقدم لي عقدة مالعبش اقعد هنا في جينة في بلدنا وميت فل واربعتاشر وبقبط فلوس مالذي تمام يعني امشي ليه قول لي كده باكل فق gam invited will فق🎵 وتيجيل لك برضو اخبار ثانية تلاقي ان انت يعني ان ايريك تنهيج بيقولك كازي ميرو اه عندك اه والله والله من كتر الاخبار السيئة انا نسيت الاخبار الحلمة يعني ان اللعيبة المصابة اغلبها رجع اريكسن اماد يالو كازيميرو في واحد ارجنتيني في الدفاع انا نسيت اسمه تماما مش حايف ازاي ما تسألنيش مارتينيس مارتينيس مش قادي يجي المهم رجعه تاني تمام موجودين في الروستر بتاع منشاستر نايتد ممكن يكونوا موجودين في مباراة توتنهام على مستوى البودلاء او حتى ممكن نلاقي ان ايرك تنهاج يجازف بانه يلعب بحد بهم وان كنت اعتقد ان ده صعب فدي برضو حاجة تخليك نسبة للفريق واداءه في ارضية الملعب تحس ان فيه ثقل شوية فيه تنوع في اللعيبة الموجودة فيه استرداد لبعض اللعيبة المهمة اللي انت كنت محتاجها بالنسبة فتلاقي ان المعلوميات بترتفع تاني بس انا مش عارف هتطلع فين فوق الدور الحداشر ما هي لو نطط من الدور الحداشر خلاص انتهت كده العملية يعني فدي اخبار متضربة نوعية من الاخبار المتضربة اللي بتخلي الواحد فعلا يحس ان النادي ده مش هتقوم لقومة يحس ان النادي ده صعب صعب فيه النجاح صعب ان انت تسترد منشستر يونيتد اللي انت عارفه واللي انت بسبب اللي كنت بتشوفه منه شجعته بجد صعب انا واحد من الناس انا كنت بقولك متفائل بس الاخبار اللي شغلت تيجي كده والحاجات اللي بتطلع في النص كده والاشاعات خليك انت يا جدعان في ايه بالزبط انتو بدتونا على افانة ها غفلتونا وجريت ولا ايه طب ما احنا احنا كنا متوقعين اه ان حاجات زي كده ممكن تحصل بس مش بالسرعة دي استنى عليها شوية طيب افرح استنى عليها شوية الدين الامل بس واسحبوا مني اخر الموسم ما حصلش حاجة يعني اخي هو الموسم طين من اول واديني الامل لاخر الموسم عشان اكمل انا معاك الموسم واسحبوا مني في اخر الموسم ما عنديش اي مانع بقى ساعتها فبجد ووضاهي انا بايت مش حارف في ايه ايه يا جماعة طب ليه طيب طب اما يعني نحاول نمشيها صح مرة نحاول يمكن تدفع معانا يمكن يمكن هو اكيد مش كل اللي مشوا صح او اللي جابوا ناس كويسة وفي المراكز بتاعتها نجحوا في النهاية ولكن نحاول احنا مشينا غلط كتير نحاول نمشي صح مرة واحدة يمكن 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 تمشي معانا ما هو اصلي يعني كنظرة مشجع انت لو مش الصح معاك ابتدت نفس على البطولات ابتدت تحضر في اوروبا كل مسم ابتدت ان انت تبقى اقوى واقوى كل مسم فبالتالي هتقدر تحقق برمير ليج بعد كده تقدر تحقق دورة ابطال اوروبا فبالتالي هتلاقي على على المستوى اللي هو ايه الاستمرارية في مردود في مردود مادي مش بتكلم هنا على المردود الرياضي ولا البطولات ولا الكلام ده في مردود مادي ليه احنا عايشين على موضوع ان احنا حنجيب لعبين تلاتة حيعملوا هوجا حتتبع تشيرتات كتير حنعمل فلوس عندنا جماهير كتير بنبيع في جرز كتير فبالتالي تمام ميت فل واربعتاشر يمعلم كده ايه احنا ستفنا الموسم اعملناش دعوة بقى بالجانب الرياضي ده يولعب جاز وسر يعملوا اللي يعملوا المهم ان انت اخرج تشارك معايا في اوروبا عشان اخد فلوس بس ليه ما احنا لو نفسنا وطلعنا الادوار اعلى وكنا منافسين على الدوري او اقدرنا ان احنا نخطف الدوري او كل موسم انت متواجد على مستوى دوري ابطال اوروبا وبشكل كويس ان انت بتوصل لادوار اقصائية عالية والكلام ده كله تحيبقى كويس جدا بالنسبة لك للمنشاستة رونيتد كمات دي لكن المهم اتكلمنا في الموضوع ده كتير يعني موضوع التضارب في الاخبار وان الموضوع فعليا ابتدى تحس ان فيه جانب مصلم جانب احنا ممكن نروح له في التالي في الاخر في النهاية يا بو زيد مغازيت ولا ولا استثمر جي مراتكلف ولا غيره ان هو يبقى له اي حتى فايدة في النهاية لكن احنا لسه على البر احنا لسه في موضوع الاشعاعات لسه مفيش حاجة فعلية ملموسة فانا مش عايز اصدر لك برضو الشكل السودوي لكن ده بقول لك ده احساسي بالنسبة لاخبار المتضربة اللي انا بشوفها وانسيبها بالروح للمباراة فريق توتنهام المباراة اللي انت مطالب فيها ان انت تفوز عشان ترد اعتبارك بالهزيمة اتنين سفر اللي كانت اه بسبب تحكيمه وغلافه ومعرفش ايه وضيع فرص والكلام ده والتلاتين دقيقة اللي انت لعبتهم في الاول لو كنت التحكيم او صفك في ضربة الجزاء الفرص اللي انت قدرت ان انت تسجل منها اعتقد ان المباراة كانت اتهت بشكل اخر غير النتيجة اللي احنا شفناها في النهاية بالنسبة لفريق توتنهام بالفوز اتنين سفر وخصوصا ان فريق توتنهام جايلك وهو منقوص من لعيبة كتير غايبة صن وصار وبسومة يمكن من اهم تلات لعيبة اللي موجودين على تشكيل فريق توتنهام مش هيلعبه المباراة دي لاداء طبعا الواجب الوطني سواء في اسيا او في افريقيا اما بالنسبة لك انت فانت يعني ايه لحد دلوقتي ما فيش اي حد مشي من عندك غير اللعيبة طبعا اللي بنسمع اخبارها زي ما كبيري والفارو فرناندس اللي هم خلاص واحد بيخلص مع اشبالية والتاني بيخلص مع بمفيكا واعتقد ان اللي اتنين لو حبيت تباحهم لازم يبقى في شراء بعد كده او بمعنى صح شرط ان انت بعد سنتين مسلا بعد معرفش كم انت ممكن تشتري اللاعب ده بمبلغ معين مبلغ معين لاني ايه اللعيبة دي عندها حاجة تؤديها وده مش عيب ان انت تعمل ده ريال مدريد عمله في رجلون قبل كده مش معناه ان انت هتشتري في النهاية ولكن انت بتشوف اللاعب ان هو ممكن عنده جودة فبالتالي تعلق جودته فرق اشتريه اللاعب المهاجم اللي انت مفضله حاليا على جرايسي اللي هو مهاجم فريق شتوتجارد بايرن ميونيخ بيملك شرط جزائي باربعين مليون في ان هو يسترده باربعين مليون واني لو ادبع له اي فريق حيبقى فيه عشرين مليون للبيرن حتى لو اشتراه هو حيبقى فيه عشرين مليون للبيرن يعني معناه ان هو هيدفعه فيه عشرين مليون يعني اللاعب ده لو تقلق ويجيب العشرين مليون انا هشتريه بعد كده ايه اناميه وابيعه بسعر اكبر فهو استثمار بشكل او اخر تمام فالمفترض ان انت تعمله مع اللاعب يبني فنرجع لمباراتنا مبارات فريق توتنهام المباراة اللي ما انتهدش في اخر سبعتاشر مباراة ما بين الفرقتين بنتيجة التعادل تلاتاشر فوز لليونيتد واربعة فوز لفريق توتنهام فريق توتنهام اللي هو حاليا يعتبر اكتر فريق بيسجل في عدد مباريات متتالية بالنسبة للدور الانجليزي اخر تلاتين مباراة مسجل اهدافه دي اطول مسيرة بالنسبة لفريق اكتر فريق اتهزم قصاد فريق على ارضية ميدانه هو فريق توتنهام قصاد منشستر رونيتد منشستر رونيتد فاز عليه على اربعة وعشرين فوز نفس الرقم اللي هو الفوز ما بين الارسنل على ملعب ارسنل اللي هو فاز اربعة وعشرين مرة على فريق في ارضية ميدانه في الدور الانجليزي ودي اطول سلسلة طبعا او اكبر سلسلة في عدد الارقام طبعا منشستر رونيتد حاليا من عشرين مباراة خسران تسع مبارايات وهو نفس العدد اللي خسروا الموسم اللي فات وده اللي بيوضح لك اللي احنا بنمر به حاليا وان فيه اربع مواسم بس في البريمير ليج ان هو الفريق خسر اكتر من التسع مباريات وموسم واحد اللي هو الفين وخمستاشر الفين وستاشر اللي كان منا فيه مع المدير الفني هو هو لنهاية الموسم على الرغم من ان احنا خسرنا عشر مباريات او اكتر فريق توتنهام من اكتر من تلاتين السنة بيسعى لتحقيق حاجة ما حصلتش من اكتر من تلاتين سنة وهي الفوز زهاب واياب على منشستر ونايتد وده اخر مرة حصل تسعة وتمانين تسعين يا معلم لما تيجي للتشكيل اللي انت متوقع بالنسبة لهذه المباراة اعتقد ان التشكيل المتوقع ممكن يكون ما فيهوش اختلاف من تنهاج بالنسبة لمباراة الاخيرة ونشوف ان كل اللي راجعين من الاصابة دول موجودين على دكة البودلاء ممكن اللي هو يعني اقرب واحد انا شايفه ان هو ممكن يخش التشكيل هو اريكسن اللي هو كان مريض في اخر مباراة واحنا شوفنا اسلوب اللعب قوي جدا لما كان متواجد اريكسن فبالتالي التشكيلة انا اللي شايفها ان هي هتلعب المباراة دي حتكون ان انا في حراسة المرمى دالو ايفانز باران وجنبهم بساكة خط النص حيكون مكون من ماينو وريكسن وصادو برونو فرناندز الهجوم حيكون راشفورد وهويلاند ومعهم جرنطشو على الناحية اليمين تكاهناتي المباراة والله يعني العب تكاهناتي العب وقد مستوى واحنا نقدر نفوز يعني فريق توتنهام مش من الفرق اللي هي ايه البوعبوع او نقول ان هي انك تخاف منها للدرجة فريق عنده اخطاء وفريق عنده نقاط قوته ولكنه حاليا يعتبر منزوع القوى نوعا ما في لعيبة عنده مأسرة على التشكيل فاعتقد ان هي فرصة ان يتفوق على فريق توتنهام على ارضية في النهاية ده كان كل اللي عندي عن وانشستر رونايتد واخباره عن مباراة توتنهام والمهم عندي رأيك انت تقوله لي في الكومنتات هل انت وصل لك نفس الاحساس اللي وصل لي ان الدنيا ابتدت تضلم ان المعنويات ابتدت تنزل شوية بالاخبار اللي بتظهر دي ولا انت شايف ان هي حبرة على ورق وان احنا نستنى نشوف ايه اللي هيحصل على ارضية الواقع ذات نفسه وهو ساعتها اللي نقدر على اساسه نحدد احنا معنوياتنا رايحة فين كده ولا كده اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم ولو عجبك الفيديو ما تنسليش من لايك الاشتراك في القناة واشوفكم بقتم حال وقتم صحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته